السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى واجمل اخوات في الدنيا وفي المجرة. مشاهدين وصفات رهيبة مع رشا. اخبركم ايه? يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. لو عاوزة يا بنتي الحل الاخراني خلاص بقى احنا وصلنا الليفل الوحش خلاص. لو عايز الحل الاخراني لكل مشاكل شعرك. النهاردة جايبالك كده حاجة صيدلية متكملة. ورخيصة جدا الايام دي في الاسواق فبسرعة لازم تجي بيها. لو انت شعرك ما بيطولش شعرك بتساقط شعرك هاي الشعرك في اي مشاكل النهاردة هعمل لك خلطة حاجة كده شغل فاخر من الاخر. بس قبل ما نبدأ في الفيديو وحياتي النبي يا شيخة لا تسلكي. اسلكي يا شيخة عشان انا اتخنأت وحيات ربنا. حطي خمسين ستين تعليق وحطي لايك. واكتبه في التعليقات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بلغنا رمضان لا يفقدين ولا مفقودين. اللهم بارك لنا في راجب وشعبان. يلا التلام الحلو ده عشان تاخد عليه حسنات جميلة كده. وحطي اللايك ويلا سلكان. يلا نبدأ السلكان يا جماعة. وبص يا غالية. في مكون كنبلة. ورخيص اول يومين دول يا غالية. الكيلو اصلا هتلاقيه بخمسة جنيه بسبعة جنيه حاجة كده اما ما فيش حاجة رخيصة في الزمن ده فده رخيص فقفيش بسرعة. بيعمل ايه? الا هو ايه? الجزر. الجزر الايام دي رخيص عاوزين شوية من الجزر. ما عنديش جزر هتجيبي بطاطاية. تمام? الحقيقة بسيطة ايه? وبديكي بدايل. عندي الجزر هتجيبي جزر. ما عنديش جزر هنجيب بطاطاية سوية. رأي انتو بتقول عليها في الضالة العربية البطاطا. تمام? تمام. هو الجزر بيعمل ايه? بص يا غالية. انا جبت جزرية. تمام? حل سخنة. هاو. سخنة جدا. آآ جزرية. تمام? وعملتها زي ما انت شايفة كده شرايح. وحطتها في مية ويسيبتها لحد لما تسلق. لو انا ضغطت عليها هي هتلاقي ايه? بتتقطع معينة. تمام? حلو جدا. وبعدين ليه عملتي كده يا روشا? هقولك يا قلب اختك. بيقولك ان الجزر بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من البيوتين. ايه البيوتين ده في كلمان عربي مش فاهمين منك حاجة بص يا غالية. لما شعرك بيقع فده حاجة كده بتقوي البصيلات الشعر فترجح تنبت تاني من اول وجديد. من الحاجات الحلوة جدا ايه اللي بتحتوي على فيتامين الف. فاكرة زمان لما كنا بنعمل وصفات ونحط عليها فيتامين الف وبنقول حلو جدا للشعر. ففيتامين الف من الحاجات المهمة جدا للشعر. خد التقيلة. من الحاجات اللي كلها فيتامين سي. اللي هو فيتامين جيم. فيتامين جيم بيعمل ايه? بيجدد خلايا الشعر. عامل زي القرنفل كده. بيجدد خلايا الشعر. فطبعا توحفة جدا وممتاز. بيحتوي على فيتامين اي. فيتامين اي اللي هو اصلا اساس الشعر رقم واحد كده من الفيتامينات اللي هي حبيبة الشعر بمعنى اصح هو الفيتامين اي في فيتامين بي في حاجات كتير جدا منجم فيتامينات عشان ما طولش عليك وزي ما قلت لك بيحتوي على البيوتين فطبعا حاجة توحفة جدا وبييرم معايا الشعر بيتول معايا الشعر بيعالج معايا التساقط آآ زي ما قلت لك بيجدد بوصلات الشعر من اول وجديد وفوايد مزهلة جبت واحدة هي نشفة وبشرتها وبعد كده قطحتها حتت حطتها في مياه سبتها شوي على النار لحد زي ما قلت لك اول ما اضغط عليها كده بص حس ان هي بتتهري معايا هجيبها بالمياه بتاعتها وهضربها في الخلاط تمام هجيبها بالمياه بتاعتها وهضربها في الخلاط نفس الكلام لو عندك بطاطس هتاخدي البطاطس ويتقطعها حتت وحطيها في مياه ولما تضرب معاكك كده وتضغطي عليها وتلاقها ضريط برضو هجيبها لي هنا تمام تمام البطاطس من الحاجات التوحفة برضو للشعر لا تقلعه اهمية عن الجزر. بس الجزر زي مرتلك رخيص جدا الايام دي وفويده رهيبة في كم عنصر كده غير البطاطس. تمام? تمام. تاني مقوم بقى معي يا البختك. الى وهو المكون المقرب الى قلبي اللي هو ابني الاول والاخير. اللي هو معزته بما عزت ابني حرفية. الى وهو بزر الكتان. ياللي ما اشتغلتش وصفات ببزر الكتان فانت فاتك كتير. بزر الكتان منجم كولاجين. بزر الكتان منجم مضادات اكسادة. بيعالج الشوارد الحرة. بيعالج اكسادة الشعر واكسادة البشرة. بيتول الشعر جدا. قلت لك يعني قبل كده منجم كولاجين بالبلدي اللي هو انا بيعالج كل مشاكل شعرك. تطويل هطول تأصف تغزقتها يشانشب كل اللي نفسك فيه هيعالجه معنا. عملت ايه? خدت معلقتين كبار منهم وحطتهم على كباية من المياه وشغلت عليه البوتوجيز. معلقتين من البزر الكتان مع كباية من المياه وشغلت عليه البوتوجيز هيطلع معايا جل. حلو كده فاهمين علي? ها? يبقى انا هاخد الجل اللي طلع من بزر الكتان. هعمل ايه? هروح حطاه على الحلة دي بنفس المكونات اللي فيها بالمياه بالجزر اللي فيها. الجل بتاع بزر الكتان اللي هيطلع معانا. هاخده. هحطه هنا. هعملها معاكم دلوقتي عملي. بس بالله عليك لايك. يلا بسرعة. يلا بسرعة يا جماعة سلكان سلكان. هطي لايك عما جملك البزر كده عملي ونعملها مع بعض عشان ما تطلق بطوش لحد ما جلكم. ورجحت لكم تاني يا حبايب قلبي وبشكر خمسة ستة السلكين الصفين تتسعدي وتتستري وتتجبري وتتهني يا ربي يلا حطتي لايك. وعملنا الجل. طبعا سخو النار مش عارف امسكه لكم باين او باين ان هو الجل. تمام? هعمل ايه بقى دلوقتي زي ما قلت لك يا روح قلبي هاخد بقى الجل ده اللي هو جل الكتان. تمام? اهو. وهحطه هنا. اهو بص شكله بالا منزل. اهو. تمام? هنزل بقى الجل ده ايه هنا? طبعا هو ستحسيه خفيف عشان بس لسه سخو مولعه زي ما انت شايفي. لكن لما تسيبه شوية كمان بيتقى المعينة. طيب المطلوب المطلوب منك انك هتاخدى الخليط ده كده كله هنضربه فيه الخلاط ضربة مبرحة حتى يستغيص. ماشي كده يا روحي? يبقى حطينا المنجم الكولاجين مع المنجم الكاروتين مع منجم البيوتين اللي هو الحاجات اللي موجودة في الجزر وهي هنعملها في الخلاط ونرجح تاني. وارجحت لكم تاني يا حبايب قلبي. كنا حطينا بزر الكتان مع الجزر ويدربناه في الخلاط ضربة مبرحة. لو انت درت بالك شكله كده عامل كده. تمام? حلوة قوي. برضو في المكون اللي احنا ما ينفحش اطلع اتكلم عن وصفة فرد بدونه. اللي هو حاجة كده اساسية في فرد الشعر. حاجة اساسية للناس اللي عندها حكة. قلنا بيشد الالتهابات والحكة بتاعة الشعر. الا وهو يا قل بختك النشا او الكورنفلور. النشا حلوة. لما حتى زي ما حكيت لك قبل كده بالبلد قلت لك كان زمان والحد دلوقتي الناس لما بيكون عندهم تسلخات او اطفال عندهم تسلخات بيرشلهم نشا. فكذلك برضو الناس اللي عندها حكة في شعرها مش هتلاقي احلى من النشا. بتستخدميها ازاي? استني هقولك زي بعده يلا خمسين وصفة في وصفة اوه. لو انت عندك حكة في شعرك. لو انت عندك كزيوت كتير في شعرك او شعرك مدهنن او شعري حطيت عليه كمية فيزلين فمش عارفة اغسلها. بتجيب شوية كده من النشا البودر وبتروح يرشاهم بدون اي اضافات. وبتروح يرشاهم على شعرك. وايه بعد كم ساعة كده بتروح تغسلي شعرك. لو في زيوت زيادة بتنتصها دهون زي ما قلت لك قبل كده عاملة فيزلين كتير. الكلام ده هتسحبه من الشعر. بلاس لو في حكة هتشيلها لك. تمام? كل اللي انا عاوزاه هي معلقة واحدة فقط. اهي. معلقة واحدة فقط. من النشا. اهي. دي كده هحطها هنا. وهروح بسرعة بقى على البوتجاز. اقلب الخليط ده كده كويس مع بعضه لحد لما يتجانس. ويتقل معي يبقى نفسي بالزبط حمام الكريم. هاخد الخليط ده على النار وارجع لك تاني. لايك بالله عليكم. ورى اللايك الاولاني. ماشي. هتعبكم معي. انا النهار ده اشتغل وانتو حطوا لايكات وتعليقات. اعملوا عبدو جايز وارجع لكم تاني. وارجحت لكم تاني يا روح قلبي حطيتو على النار لحد بقى ما القوام بتاع وتقل كده وبقى مزيكة عامل بالزبط زي حمام الكريم. تمام? الناس اللي بتروح تشتري حمام كريم من برا ما ظنش هتلاقي في كل الحاجات الفوائد اللي احنا قلنا عليها وفيتامين الف وفي بوتاسيوم على فكرة زي الموز وفي حاجات كتير جدا. عمرك ما تجيب حمام كريم في فوائد زي كده. تمام? احنا عملنا حمام كريم ببلاش هو. اللي تعرف الطبق ده شبه ايه? ليها طبق? ليها طبقين? هو شبه حاجتين. اه لو عرفت هو شبه ايه الحاجتين دول ليك عندي طبقين يا ستة دي. مهم. هنعمل ايه تاني? طبعا كده الوصفة امر جدا وعلى العال. حطينا النشا وحطينا بزر الكتان وحطينا الجزر وحاجات امر قوي. النهاردة باش مهندس سيف يا جماعة يوتيوبر وصفة وتركيبة عمل عزمة عندنا هنا على القناة. باش مهندس سيف بنا كواعد المجد مع نفسه كده الصبحية وعمل لنا وصفة حاجة كنبلة. الا وهي قلب اختك عمل لنا زيت الجزر. وبطريقة جديدة ما حصلتش قبل كده على اليوتيوب زي ما انتم متعودين كل ما هو حصري ما بيتعملش الا في وصفات رهيبة مع رشة فقط لا غير والله الحمد. زيت الجزر زيت الجزر لا يقول له اهمية عن الجزر وفايد الجزر اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا كاروتين بايوتين وحاجات كتيرة جدا لفرض الشعر وبوتاسيوم وفيتامين الف وفيتامين سي وفيتامين هي وكل الامر ده. تمام? فهناخد منه معلقة. قوامه تحفظ حسيه اصلا عامل زي السيرم. يعني انا عايز افرجك على قوامه. الصراحة وكان مفروض عاوز معلقة نظيفة بس اظن هو هيبان يعني. بصي اهو. قوامه رهيب فوق الوصف. بصي هنازل اصلا عامل ازاي? بصي. نازل تقيل جدا. سيرم يعني انت تحسين ان هو سيرم من الزيت. تمام? حاجة كده استنى احطي دول على شعري. حاجة كده استنى احطي تاني. حاجة حاجة كده رهيبة. والله هي طحفة جدا. تمام? اللي عايزة طريقة الامر ده هو نزل النهار ده على القناة. اتخولي شوفيه او اكتبيه لي ابعت لك اللينك مفيش مشكلة. هنحط معلقة زيت الجزر دي. تيجي واحدة تقولك طب يا راشا ما تديني بديل لزيت الجزر. يا لب اختك اعمليه. بقولك الجزر رخيص اليومين دول بخمسة جنيه وبسبعة جنيه وحالات كده. فاعم هادي شوية جزر كيلو جزر ولا نص كيلو جزر. ويشتغلي بشارات بيه شعر وبشرة وعملي زيت ودلعي نفسك. تحفة جدا ومنجن فويد. ممكن اقولك حط معلقة زيت زيت ونحط معلقة اي نوع زيت عندي. بس حرفيا منجن فويد استغليه. تمام? هنقلب كده كويس جدا وبرضو لو انت شغالة بطاة صاية هتبقى نفس الخطوات بالزبط وتحط بزر الكتان وتحط النشا وتمشي نفس الخطوات اللي معيدة. هندخل الزيت كويس قوي وبكده اصبحت الوصفة يقال بختك معاك جاهزة. ايه اللي مطلوب مننا ان احنا نعمله? شعرنا يكون متسرح. شعرنا ما يكونش مكلفت ومسك في بعضه وحط عليه وصفة زي كده. الشعر مسترح الشعر ما فيوش بقايا فزلين وبقايا بزيوت وبقالو مية سنة ما تغسلش. لا الشعر يكون حلو كده ورايق. برفع عليه الخليط الامر اللي انت شايفه قدامك ده. برفع عليه الخليط الامر اللي انت شايفه قدامك ده. ويه بسيبه ساعة ساحتين تلاتة زي ما انت عاوزة. وبالبس كيس وبالبس او بالبس بنيه. وبعد كده باشطف شعر. وصفة كنبيلة جدا بتتحدث عن نفسها بجد حاجة رهيبة. جرب بيها تعجبك. الناس لسه ما حطوش لاك وتعليقات حطي بالله عليك وخليك يسلكع. وما تنسيش تشترك في قناتنا على الفيس اسمها وصفات رهيبة مع رشا. هقدم هناك وصفات مختلفة عن اللي انا بقدمها هنا. وبالفعل بدأت في رج تنورونا هناك. اختم الفيديو بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.